أكد سفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر كوب 27 أن الولايات المتحدة الأمريكية من كبريات الدول التي تستجيب لموضوعات وقضايا التغير المناخي مع كونها من كبريات الدول المصدرة للانبعاسة الحرارية وخلال مؤتمر صحفي أشار أبو المجد إلى أهمية ما تبذله واشنطن من جهود لدعم الدول النامية الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول التي تستجيب والتي تطلق الجنب الأكبر من الانبعاتات ولكنها أيضا أكدت التزامها بالمشاركة والمساهمة في تقديم المساعدة والدعم والتنفيذ الخاص للدول النامية ومن خلال منظورنا كهيئة رئاسة الكوب فإننا سوف يقوم السيد رئيس الكوب السيد سامح شوكري بتقديم العديد من الهروض وكذلك أيضا سيد جون كيري وهناك الكثير من الأمور هناك المبادرة الخاصة بالتكايف مع أفريقيا والتي دعمتها الولايات المتحدة كان هذا منذ تسعة أشهر يجري التجهيز لهذه الحزمة من الدعم والتأييد وأعتقد أن هذه أستطيع أن أقول لكم أن هذا يعرض عدد الالتزامات الخاصة بالولايات المتحدة وكذلك الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة التي تستجيب إلى طالبات الحكومة الأمريكية لكي تنفذ الالتزامات أسفل اشتركوا في القناة